اهلا بكم وحلقة جديدة من مادة العلوم لصف الاول الاعدادي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم احنا منكمل حلقتنا عن مراجع في الترمي الاول وتكلمنا في الحلقة الاول عن الدرس الاول النهاردة هنكمل مراجعتنا واسئلتنا عن الدرس الثاني والتالث من الوحدة الاولى يلا بينا نبدأ حلق قبل ما نبتدي الاسئلة بتاعتنا سنقولها ونرجع على الدرسين الوحدة الاولى تركيب المادة وتركيب الزري تعالوا كده زي ما عطتكم في الحلقة اللي فاتت ناخد ملخص من البنك المعرفة عن كل درس هنشوف كده اول ملخص معانا عن درس تركيب المادة من البنك المعرفة يلا بينا نشوف سابقاً قمنا بدراسة تركيب المادة وأجزائها والآن هيا بنا ننخص أهم النقاط التي وردت بالدرس في البداية تعلمنا أن كل المواد تتكون من جزيئات وأن الجزيء هو أصغر جزء من المادة يمكن أن يوجد على حالة انفراد وتتضح فيه خواص المادة وتعلمنا أيضاً أن للجزيئات عدة خواص وهي أولاً أن جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة ثانياً هناك مسافات بينية بين الجزيئات ثالثاً توجد قوة ماسك بين الجزيئات وأخيراً تعلمنا أن للجزيئات نوعين النوع الأول هو جزيء العنصر وهذا النوع يتركب من نوع واحد من الذرات مثل جزيء الأكسجين والنوع الثاني هو جزيء المركب وهذا النوع يتركب من أنواع مختلفة من الذرات مثل جزيء الماء بذلك نكون قد تذكرنا معاً أهم النقاط التي وردت في الدرس شوفنا مع بعض مدخص لدرس تركيب المادة ملخص كده بسيط ولزيز جداً وسريع تعالوا بقى نبتجي الأسئلة بتاعة أول سؤال معنا يا سنأولى صوب ما تحته خط حجم مخلوط من الكحول والماء يساوي مجموع حجم يهومة قبل الخلط طبعاً هنا كلمة يساوي مفوضة أنها خطأ وإحنا نصححها فهي أجد بدان مش يساوي لإما أقل لإما أكبر واتفقنا يا شباب إن إحنا لما مخلط الكحول والماء بيحصل إيه؟ ها؟ ممتازين حجم المخلوط بيقل عن الحجم الأصلي بمسافة يعني حجم كده بسيط طبعاً ليه يا شباب؟ اتفقنا بده ليه كلام ده كله؟ لوجود مسافات بينية فبيدخل بعض من جزائقات الكحول داخل المسافات بينية لجزائقات المائية بل الإجابة بتاعتنا هتبقى أقل من السؤال إن بعده يصدق الحديد عند تعرضه للهواء الجاف طبعاً الإجابة الجاف طبعاً كلمة خطأ والإجابة الصحية إيه؟ برافو عليكم الهواء الرضي تستخدم درجة الإنصهار في الكشف عن غش المواد إحنا خدنا طبعاً خواص المادة يا شباب السبع وعرفنا إن كل خاصية منهم لها تطبيقات حياتية بتنعاكس على حياتنا اليومية لكن ما كانتش درجة الإنصهار من تطبيقاتها الحياتية الكشف الغش المواد لإن دي كانت حاجة تخصت مين؟ ها برافو عليكم تخصت الكثافة الرمز الكيميائي العنصر الكابريت C وهنا طبعاً حاجة كده بيوقعك فيها لإن الكابريت لو إحنا قلنا مثلاً هنكتبه بالإنجليزي يبقى الكابريت أوله C وده إحنا طبعاً اتفقنا يا شباب ما ينفعش مش كل العناصر بتكتب بطريقة النطق نتيجة إن في بعض العناصر بداياتها بتبقى متشابهة فلا بنميز بالحرف الثاني أو بعض العناصر بنكتب رموزها باللغة اللاتينية أولها بناخد الحروف اللاتينية يبقى إذا نازل نكون مميزين وحافظين كل عنصر ورمزه إيه وطبعاً الكابريت مش رمزه C إنما C ده رمز إيه؟ ها برافو عليكم الكربون إنما عنصر الكابريت رمزه زي ما إحنا شايفين S والسؤال الخامس والأخير في سؤال صوب يا شباب تظل المادة الغازية محتفظة بشكلها وحجمها مهما تغير شكل الإناء الموضوع فيه وطبعاً حاطت لنا خط تحت المادة الغازية لأن إحنا كلنا عارفين إن المادة الغازية ليس لها حجم ولا شكل ثابت لأن المسافات البينية كبيرة جداً وكل الجزيئات عمتاً وزرات بتتحرك بحرية كبيرة لكن المادة اللي بتحتفظ بشكلها الثابت وحجمها الثابت هي المادة الإيه؟ برافو عليكم المادة الصلبة تعالوا نشوف السؤال اللي بعده سؤال ما معنى أنه مشهور قوي بيجي كتير وهو فيه برضو المقصود ده وممكن ألاقي حاجات كتير جاية في السؤال ده ممكن يجيب لي مسألة بسيطة للكثافة حاجات كده كتير ممكن تجري في ما معنى أنه فإحنا بنشيل المفهوم اللي إحنا عارفينه وبنحط التعريف بتاعه ما معنى أنه كثافة النحاس 8 و8 من 10 جرام لكل سنتيمتر مكعب يبقى احنا هنعملية في السؤال ده هنشيل كلمة كثافة ونحط المفهوم بتاعه اللي إحنا كلنا عارفينه وحافظينه وهو إيه؟ ها ممتازين قتلة وحدة الحجوم طبعا مش هقول من المادة هشيل بقى المادة وحطها أنا خلاص عرفت ما هو بيتكلم عن النحاس قتلة وحدة الحجوم من النحاس بتساوي 8 و8 من 10 جرام السؤال اللي بعده ما معنى أن العدد الكتري لزرة الأكسجين 16 ها افتكلوا معايا كده احنا اتكلمنا ما كنا بنتكلم عن الزرات والعناصر عرفنا ان في حاجة اسمها عدد كتري وعدد زري وعرفت ان العدد الكتري عبارة عن حاجتين مع بعض من جمعهم هم ايه؟ برافو عليكم البروتونات والنيوترونات يبقى معنا كده هقوله اي ان مجموعة عداد البروتونات والنيوترونات داخل نواب تساوي 16 والسؤال الأخير فيما معنى أن درجة غليان الماء 100 درجة مقاوية نفتكر درجة الغليان ودرجة الانصهار اللي كان بيفرق ما بينهم حالات المادة لكن هو تقريبا نفس التعريف درجة الغنية يا شباب انتوا عارفينها طبعا ان المادة بتتحول فيها درجة الحرارة بتتحول فيها المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغادية بس انا مش محتاجة اكتب كل الكلام ده انا ممكن بس كفايا انا اقوله ايه؟ اي ان الماء يبدأ في التحول من السائل الى بخار ماء عند درجة 100 درجة مقاوية تشوف السؤال اللي بعده ما النتائج المترتبة على؟ او ممكن يجيلي بشكل ماذا يحدث عنده اختلاف درجة غليان مكونات زيت البترول اه زيت البترول يا شباب احنا اتفقنا ان احنا بيدخل معامل تكرير لانه مادة خام وغنية جدا ممكن نطلع منها مواد كتير وبنستخدمها في حياتنا اليومية زي الغاز الطبيعي وزي المثال وحاجات كتيرة جدا فانا بيقولي ايه اللي ترطب على ان زيت البترول مكوناته كل مكون فيها ليه درجة غليان مختلفة احنا استفدنا من كده ايه؟ استفدنا في حياتنا اليومية ان احنا عملنا فصل لمكونات زيت البترول الخام عن بعضها من خلال التسخين ومعرفة ان كل مكون ليه درجة غليان معينة وده تطبيقات الحياتية لدرجة الغليان السؤال اللي بعده اضافة كمية من مصحوب البنجانات البوتاسيوم الى كأس به ماء طبعا انتو لو فاكرين معانا لما جينا ندرس حالات وخواص جزيئات المادة خدنا مادة من مصحوب البنجانات البتاسيوم الميزة ان هو لون ايه؟ برافو عليكم لون بنفسجي فبيقول لي ايه لا يحصل لو حطيت المصحوب دوت في كأس به ماء؟ وممكن يقول لي ايه لا يحصل لو حطيت مثلا حبر في الماء؟ ايه بيحصل يا شباب؟ برافو عليكم الماء بيتلون بلون المادة دي نتيجة الايه؟ نتيجة الانتشار لون البنجانات في الماء تدريجيا لحد ما يتلون الماء كله بلونها اللون بنفسجي وده نتيجة الايه شباب؟ نتيجة لوجود أن المادة جزيئاتها بتتحرك في حالة حركة مستمرة مش جزيئات سابتة فنتيجة للانتشار في جميع الاتجاهات الماء بتتلون بلون المادة ماذا يحدث عند أما أنا انتاج المترتب على اكتساب إلكترون في مستوى الطاقة الكامل من الطاقة طبعا كلنا عارفنا أن الإلكترونات بتتعامل مع بعضها ومع مستوى الطاقة بالطاقة هي دي العملة بتاعتهم اللي بتقدر تحركهم ويقدروا ينتقلوا من مستوى إلى آخر فلو معاهم طاقة كبيرة بينتقلوا لإيه برافو عليكم مستوى أعلى لو الطاقة اللي عندهم خلاص فقدوه وقلصة بيرجعوا تاني مستوىهم الأصلي يبقى هنا إيه اللي هيحصل لما الإلكترون يكتسب كم من الطاقة طبعا يا شباب مش هيقدر في المستوى بتاعه هينتقل إلى مستوى أعلى والله لو الطاقة تكفي للمستوى الطاقة أمي اللي بعدين هينتقل ليه لو تكفي مستويين آخرين أو مستوى أعلى كمان إنه ممكن إيه ينتقل يبقى على حسب الكم ده هو ما حددناه الكم ده وبكلم بشكل عين يبقى هنا ينتقل الإلكترون إلى مستوى أعلى من الطاقة تعالوا نكمل معنا برضو الملخصات عن باقية الوحدة بتاعتنا وهو آخر درس هو التركيب الزر للمادة ونشوف ملخص كده برضو بسيط وسريع من بنك المعرفة عن الدرس ده يلا بينا هيا ننخص ما تعلمناه خلال الدرس باستخدام خريطة ذهنية كما تعلم فإن النواة تعتبر قلب الذرة كما أن الإلكترونات ومستويات الطاقة هي أجزاء مهمة والتي تكمل تركيب الذرة هيا نبدأ الملخص بالضغط على كل فرع البروتونات هي جسيمات موجبة الشحنة الإلكترونات هي جسيمات سالبة الشحنة النيترونات هي جسيمات متعادلة الشحنة مستويات الطاقة هي مناطق تخيلية حول النواة تتحرك خلالها الإلكترونات حسب طاقتها يمكن تحديد عدد الإلكترونات الذي يتشبع به كل مستوى طاقة من العلاقة 2 نون تربيع العناصر النشطة هي العناصر التي تشارك في التفاعلات الكيميائية لعدم اكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالإلكترونات العناصر الخاملة هي عناصر غير نشطة لا تشارك في التفاعلات الكيميائية لاكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالإلكترونات سيما شفنا يا شباب فيديو كده سريع لخاصلي درس التركيب الزري هتلاقوا كمان على بنك المعرفة برضو في فيديوهات زي دي بتكلم عن المصطلحات العامة والتعريفات وأهم الحاجات اللي وردت بالدرس فدايما نخشوا وتابعوا كده علشان تقدروا تعملوا ملخص عام للدرس وتعرفوا إيه العناصر الرئاسية في كل درس تعالوا نكمل الأسئلة بتاعتنا عن التركيب المادة والتركيب الزري لديك عنصران X و Z احسب العدد الزري لكل منهما بحيث بيقولنا هنا هدينا معلومات عن عنصر X وعن عنصر X عشان يساعدني ان انا اوجد العدد الزري ليهم وزي ما احنا عارفين سنقول ان العدد الزري ده هو ايه بيمثل عدد الإلكترونات الموجودة برا النواة او عدد برتونات الموجودة جوة النواة فبيقول العنصر X الذي يحتوي مستوى الطاقة الثالث والأخير لزراته على سلاسة إلكترونات تعالوا مع بعض كده نزبط مع بعض الموضوع علشان نقدر نفهم ونوصل ليه الحل هنا هو بيقول لي X لو احنا رسمنا كده X زي ما احنا شايفين بيقول لي كده ايه يحتوي مستوى الطاقة الثالث والأخير يعني هو عنده ثلاث مستويات طاقة يبقى انا هرسمهم كده ادي المستوى الأول اللي هو K و ادي المستوى الثاني اللي هو L و ادي المستوى الثالث اللي هو طبعا M احنا خلاص حفظناه ومعرفناه بيقول لي المستوى الطاقة الثالث والأخير فيه ثلاثة اهو تابول K والL ما قال ليش احنا خلاص بقى عارفين احنا عارفنا خلاص بالتوزيع الالكتروني ان مستوى الطاقة K بيتشبع باثنين الالكترون ومستوى الطاقة L بيتشبع بثمان الالكترونيات اه معنى كده ان انا اقدر بسهولة اوصل للعدد الزري للعنصر ده ان انا اجمعهم اثنين زائد ثمانية عشرة عشرة زائد ثلاثة تلات عشر بقى احنا كده ادلنا نوصل للعدد الزري للعنصر X بكل سهولة في اي مشكلة في الكلام ده تعالوا نشوف اهو ادي الاجابة العنصر X بما ان عدد الالكترونيات في مستوى الطاقة الثالث والاخير ثلاثة يبقى العدد الزري هيساوي مجموعة الالكترونيات في مستويات الطاقة الثلاثة اثنين زائد ثمانية زائد ثلاثة هيساوي تلات عشر دعالوا كمان نشوف بقية السؤال كان طالب برضو مني الزد بيقولي عنصر Z لا يدخل في التفاعلات الكيميائية وتدور الالكترونيات في ثلاثة مستويات للطاقة هنا بيقولي الدني حكتين الحقيقة ان هو ما بيدخلش في التفاعلات الكيميائية ادي دي معلومة المفوض افهم منها حاجة معينة والكترونياته عندها ثلاث مستويات للطاقة دعالوا نشوف معنى يا شباب ان العنصر Z ما بيدخلش في التفاعلات الكيميائية معنى كده ان هو بيقولك ايه بيغشيشة كده بيقولك خلي بالك عنصر Z ده مادة او عنصر خامل عنصر نبيل هو دول العناصر يبتدخلش في التفاعلات الكيميائية طيب ما لهم العناصر دي كلنا عارفين ان هو دايما المستوى الاخير ليها بالإثمات بيبقى محمل او مشبع بثمن الكترونات يبقى نخلي بالنا معدى ايه معدى عنصر واحد صغير كده اسمه الهليم ما عندوش غير مستوى طاقة واحد ما عندوش غير اثنين الكترون بيتحطوا في المستوى اللي هو الاول K بما ان دوت العنصر زد عنده ثلاث مستويات طاقة يبقى هو مش بيكلمني عن هليم يبقى انا بقلبي جامد كده انا عارف ان المستوى الطاقة الاخير اكيد اكيد فيه تمانية يبقى احنا يا شباب كده لو عايزين نرسم عنصر زد هنعمل كده اهو ايه دي عنصر زد اهو هاعمله ثلاث مستويات زي ما هو ايه لي K L و M عارفنا انه هو بانه مادة عنصر خامل بيبقى المستوى الاخير فيه تمانية والK عارفين كلنا انه هو بيتشبع باتنين والL كمان بيبقى متشبع بتمانية نعرف نجمع اتنين زائد تمانية عشرة و عشرة زائد تمانية يبقى تمانتاشر يبقى معنا كده يا شباب انه احنا عندنا العدد الزري للعنصر زد اتنين زائد تمانية زائد تمانية 18 هو ده بالمناسبة اللي هو عنصر الارجون اللي هو الغاز الخامل يبقى احنا نخلي بالنا من الجزء ده دايما لو بيطلب منك مسألة كلامية بالشكل ده تركز قوي في الكلام لانه كل كلمة بيبقى معلومة بتساعدك على حل المسألة هو استحالة يديك مسألة من غير معلومات كافية ويطلب منك حاجة ما تقدرش تحلها يعني فنخلي بالنا بس نركز قوي في المسألة الكلمية لزي دي تعالوا نشوف مع بعض السؤال هو قارم بين كل من البروم والكابريت من حيث الحالة الفيزيائية عدد زرات الجزء والرمز الكيميائي دايما الرمز الكيميائي يبقى معاك طبما انت بتاخد كيميا معاك رموز كيميائي بقى لازم لازم يا سنة اولى نحفظ الرموز الكيميائية ونميزهم ما بين بعض وخصوصا العناصر اللي كلها بتبتدي بحروف متشابهة البروم والكابريت تعالوا نشوف كده دايما لما يطلب مننا سؤال قارم تروح عامل كده الاجابة بتاعتك في جدوى المسيط خالص علشان الاجابة بتاعتك واضحة وسهلة وتاخد الاجابة بتاعتها الدرجة ان شاء الله اللي ايه النهائية اول حاجة طالب مننا الرمز الكيميائي كلنا عارفين ان البروم رمز الكيميائي بي ار بي ار طب ليه حطناه الار لان فيه عناصر تانية بتبتدي بحرف البي زي مثلا البرون البرون اوله حرف ايه اوله حرف بي وعناصر تانية برضو بي اي فبقى نخلي بالنا دي بقى الرمز الكيميائي العنصر البروم بي ار بالنسبة لرمز الكيميائي الكابريت برافو عليكم اس تعالوا نشوف الحاجة التانية الحالة الفيزيائية هل في فرق بين البروم والكابريت اه الحقيقة لما كنا بناخد العناصر وحالاتها الفيزيائية عرفنا ان البروم يا شباب من العناصر الفيزيائية السائلة هو في الحالة السائلة بينما الكابريت طبعا مادة ايه مادة صلبة وافتكره كويس قوي ان احنا خدنا عنصرين في الحالة السائلة بس زقبق وبروم زقبق وبروم طب ايه الفرق ما بينهم هم اتنين سوائل ان الزقبق عنصر بيتكون جزئه من زرة واحدة بينما البروم بيتكون من زرتين يبقى عدد زرات جزئ البروم زي ما اتفقنا دلوقتي زرتين بينما المواد الصلبة زي الكابريب بتبقى من الزرة واحدة ويبقى دا كده واجه مقارنة كامل عن النقطة دي وناخد عليه الدرجة الكاملة فنخلي بنا ودايما نسهلوا عن نفسكم وبسطوا الإجابة وكمان خلوها كده مرتبة عشان من ناحية تبقى سهلة واحنا بتصحح تبقى كل حاجة موجودة ومن ناحية تانية تبقى أنت حتى عارف أنت جاوبته إيه وممكن إيه ناقص تكمله لما تيجي ترجع السؤال التاني محلول حمض الهايدركلوريك ومحلول السكر في الماء نقرن بينه وإحنا غدنا المحليل فين؟ اتكلمنا عنها إمتى؟ ممتازين اتكلمنا عنها في الدرس الأول خالص في خواص المادة الفيزيائية لما كنا من التكلم عن التوصيل الكهرابي برافو عليكم جبنا سفة المحليل وعرفنا أن في محليل جيدة توصيل الكهرباء ومحليل رديقة توصيل الكهرباء تعالوا بقى نشوف هنا مين فيهم جيد ومين فيهم إيه؟ مين فيهم رديق برافو عليكم حمض الهايدركلوريك طبعا جيدة توصيل الكهرباء لأن احنا اتفقنا الأحماض والقلويات وبعد الأملاح كلهم بيوصلوا الكهرباء بشكل كويس بينما مثلا محلول السكر في الماء رديق توصيل الكهرباء عرفنا أن الهواء نفسه رديق توصيل الكهرباء عرفنا كمان محلول كولوريد الهايدروجين في البنزين برضو رديق توصيل الكهرباء فنخلي بالنا من الأمثلة دي يا شباب تعالوا بقى مع بعض نشوف آخر نقطة في السؤال بتاع قارن هنا هنقارن ما بين جزيء الماء وجزيء الأكسجين زي ما اتفقنا سؤال المقارنة هنعمل الجدول يطر هنقارن ما بينهم من حيث إيه؟ شفنا في الفيديو اللي شفناه على البنك المعاريف كان بيكلمنا عن أنواع جزيئات اتفقنا أن الجزيئات لإما جزيء عناصر لإما جزيء مركبات طب يطر الماء جزيء إيه؟ ها برافو عليكم مركب بينما الأكسجين عنصر طب يطر السبب إيه؟ تعالوا نشوف دلوقتي في عدد زرات الجزيء ونوعها لا إن الماء يا شباب بيتكون من ثلاث زرات مختلفة بينما الأكسجين بيتكون من زراتين متشابهتين وبناء على كده إحنا اتفقنا أنه بدام زرات مختلفة وعناصر مختلفة يبقى الجزيء ده مركب بينما العناصر أو زرات متشابهة نفس العنصر يبقى جزيء عنصر وأخيرا العناصر مكونة لكل جزيء جزيء الماء طبعا عبارة عن زراتين هادروجين وزرات أكسجين بينما جزيء الأكسجين عبارة عن زراتين أكسجين تعالوا بقى مع بعض نشوف آخر سؤال وهو بيتكلم عن مسألة تخص طبعا الجزء بتاع الكثافة يلا بينا نحلوه مع البورد عشان تبقى الدنيا باوط حد نسبلكو يلا بينا بقى نحل آخر سؤال معنا هو عن مسألة الكثافة حلها كده مع بعض والراجع اللي احنا قلناها قبل كده بيقضي قراتين من معدن واحد خلي بقى لنا دايما كل كلمة بيبقى ليها معنا وليها هدف معدن واحد الكرة الأولى 10 سنتيمتر مكعب وحجم الكرة الثانية 20 سنتيمتر مكعب يعني هو هنا بيقولي كرتين وبيديني حجم كل كرة مغير بس اللون علشان الدنيا تبقى واضحة أكتر فإذا علمت أن قتلة الكرة الأولى 78 جرام نحسب بقى هات احسب كتلة الكرة الثانية تمام بقيت السؤال هنا احسب كتلة الكرة الثانية تعالوا شوف كده مع بعض احنا دلوقتي 10 سنتيمتر مكعب حتى لو مقلناش بشكل مباشر هي ده ايه احنا خلاص عرفنا ان السنتيمتر مكعب السنة أولى دي وحدة قياس الحجم يعني هو هنا بيقولي لو احنا مثلا أسمنا الصبورة عندي الكرة الأولى والكرة الثانية خلي بنا الاثنين معدن واحد يعني ايه الاثنين معدن واحد يعني أنا مثلا لو بتكلم هنا عن الكثافة فكثافة الكرة الأولى هي هي كثافة الكرة الثانية حتى فأنا الكثافة بتاعت أي مادة موجودة عندنا على كوكب الأرض سابتة ومعروفة ومحددة ما بتتغيرش تمام؟ الكرة الأولى هنا مديني الحجم بتاعها 10 سنتيمتر مكعب الكرة الثانية حجمها 20 سنتيمتر مكعب بيقولي كتلة الكرة الأولى أنا واحد الكتلة الأولى مثلا 78 جرام عايز الكتلة الثانية عايز كتلة الكرة الثانية طيب احنا هنعمل ايه هنا؟ بدم عندي كتلة وعندي حجم كأنه بشكل وغير مباشر بيقولي احسيب الكثافة هاتي كثافة المواد دي او الكرتين دي لان احنا خلاص اتفقنا بدم مع دم واحد فلو جبت كثافة الأولى هي خلاص تبقى كثافة الايه؟ الكرة الثانية تمام؟ هنحسب الكثافة يا شباب القانون بتاعها ايه فاكرين؟ ها برافو عليكم الكتلة على الحجم يبقى الكثافة هستوي بالنسبة للكرة الأولى الكتلة كام؟ 78 الحجم كام؟ 10 يعني كثافة الكرة الأولى هتبقى 7.8 من 10 جرام لكل سنتيمتر وقعب احنا اتفقنا مع دا واحد يبقى الكثافة بتاعة الكرة الأولى هي هي الكثافة بتاعة الكرة التانية 7.8 من 10 دا ما انا عندي هولي الكرة التانية انا عندي الحجم بتاعها هو عايز الكتلة وعندي الكثافة سهل اجيب الكتلة؟ اه طبعا سهل فاكرين المسلس بتاع الكثافة يا شباب هنتفكركم كده المسلس بتاع الكثافة الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم المراجه هو طالب مني ايه؟ طالب مني الكتلة يبقى نحط قدنا على الكتلة الكتلة بتساوي الكثافة في الحجم يبقى انا هقوله هنا الكتلة هتساوي الكثافة اللي هي السبتة في الحجم الكثافة 7.8 من 10 والحجم عندنا هنا يا شباب هيبقى كام؟ هيبقى 20 معنى كده ان الكتلة هتساوي 156 جرام يبقى احنا كده عملنا ايه؟ احنا جبنا كتلة الكرة التانية بمعلومية الكثافة طبعا ليه استخدمت الكثافة هنا في الاولى زي التانية زي ما تفانع عشان معدن واحد فنخلي بالنا برضو من الجزئية دي احنا كده خلصنا حلقاتنا النهاردة واسئلتنا ومراجعتنا لكن طبعا مراجعة مستمرة لسه فاشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة ومراجعة جديدة واسئلة جديدة واتمنى لكم بالنجاح والتوفيق